علاج الخوف بسورة قريش القرآن أخي الحبيب كله شفاء كله علاج لذلك الله تعالى يقول وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ من القرآن لا تعني من بعض القرآن لا تعني أن هذه السورة مناسبة لهذا الموقف وهذه الآية مناسبة لهذا المرض وهذا الدعاء مناسب لهذه الحالة ولا تعني أن بعضه شفاء وبعض لا كل القرآن شفاء يا أيها الناس قد جاءتكم من ربكم موعظة هو القرآن وشفاء لما في الصدور القرآن كله شفاء إذن سورة قريش من أين تأتي أهمية هذه السورة أيها الأحبة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت هنا يجب أن تكرر هذا المقطع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذه الكلمات الثلاثة التي ختمت بها سورة قريش تكررها سبع مرات وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف سبع مرات إذا كان لديك طفل يخاف اقرأ هذه السورة ثلاث مرات وكرر المقطع الأخير سبع مرات وآمنهم من خوف إذا شعرت بالخوف من شيء معين اقرأ هذه السورة إذا كان لديك خوف من مرض من منا لا يخاف من المستقبل يعني اليوم ما شاء الله الإعلام مهمته تخويف الناس من الأوبئة من الفقر من المجاعات من الحروب من كل شيء فكلما أحسست بالخوف اقرأ هذه السورة وكرر كما قلت لك وآمنهم من خوف ركز على الرقم سبع لأن الرقم سبع فيه سر عجيب نحن لا نعلمه ولكن موجود مؤكد السماوات سبع الأراضي سبع الطواف سبع مرات السجود على سبعة أعظم القرآن ونزل على سبعة أحرف السبع المثاني هي الفاتحة يعني له أسرار كثيرة جدا نعلم بعضها ومعظم هذه الأسرار نجهله والنبي كان يعني يستخدم الرقم سبع في دعائه وبخاصة في الشفاء تكرار الدعاء سبع مرات إذن أيها الأحبة هذه السورة لماذا تذهب عننا الخوف الله هنا يذكر قريش قريشا يذكرهم بنعمة كبيرة أنه آمنهم من المخاوف مع العلم أنهم كانوا قبيلة في وسط الجزيرة العربية في مكة منطقة صحراء ليس فيها زرع ليس فيها فقط ماء زمزم نبع زمزم ليس فيها شيء وكل القبائل من حولها يتآمرون عليهم على الرغم من ذلك كانوا آمنين وأمنهم من خوف كل القوافل تأتي وتمر من مكة المكرمة القوافل القادمة من اليمن من الهند من الشرق والذاهبة إلى الشمال أو الغرب إلى الشام إلى مصر إلى كذا تمر عبر مكة المكرمة فكان لديهم سوق تجارية ضخمة وكان لديهم ثروات وأموال وكانوا آمنين مطمئنين فالله الذي يذكرهم بهذه النعمة وآمنهم من خوف يذكرنا أيضا أن هذا الإله قادر أن ينجينا من المخاوف إذا عصفت بك المخاوف من حولك أخي الحبيب فتذكر قوله تعالى وآمنهم من خوف فهذه الكلمات الثلاثة تؤمنك من الخوف قلنا أيها الأحبة هناك شفرات موجودة في القرآن أنا هذه عقيدتي هناك طاقة شفائية طاقة موجودة في القرآن نحن لا نراها موجودة داخل حروف القرآن داخل ترتيب هذه الأحرف وآمنهم من خوف هذه عبارة فريدة لا نجدها إلا في القرآن لا نجدها لا في كتب الأقدمين ولا في كتب الشعر ولا ولا أي إنسان نطق بها إلا النبي عليه الصلاة والسلام وآمنهم من خوف فيها معلومة معلومات أو فيها شفرة تغير حالك قد تذهب عنك الشيطان الذي هو سبب الخوف قد يكون فيها السلاح يفهمه الشيطان فيهرب فيفر فتتخلص من المخاوف الشيطان يعيدكم الفقر إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الشيطان لديه وسائل في التخويف فهذه الآية وآمنهم من خوف فيها شفرة ربما يفهمها الشيطان فيهرب يعني هناك علم موجود في القرآن أعلى بكثير من أدمغتنا لذلك أنا أنصح كل أخ وكل أخت فاضلة يشعر بالخوف عليه أو على أهله أو على متاعه أو على أولاده أي إحساس ينتابك إحساس خوف أو قلق اقرأ سورة قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف تكررها سبع مرات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عننا وعنكم الخوف وأن يبدلنا مكانه فرحا وأمنا وسرورا وإحساسا برحمة الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة